السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طالبات وطالبات الصف الخامس لابتدائي مرحبا بكم في حلقة جديدة معكم مستر صبر ياسين وهذه قناة سبيشال يوستي وقناة الشباب المتميز في هذه الحلقة بإذن الله نكمل آخر حلقة في اختبار متعدد التخصصات الخاص ببنك شهر مارس للصف الخامس لابتدائي خليكم معايا ورجعت لكم مرة تانية وزي ما قلنا قبل الانترو في الحلقة دي ان شاء الله هنجف مع بعض اختبار متعدد التخصصات رقم ثلاثة وهنبدأ بمادة اللغة العربية نقول بسم الله أولا القراءة من موضوع ملك حفني ناصف اقرأ ثم أجب قال أمير أين ولدت يا جدي قال الجد ولدت في حي الجمالية بالقاهرة في سنة 1886 من الميلاد التحقت بالمدرسة السنية وحصلت على الابتدائية وواصلت دراستها حتى نالت الشهادة العليا تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد معنى واصلت صح تابعت اتنين مضاد العليا برافو الدنيا تلاتة ولدت ملك حفني ناصف بي القاهرة أربعة الغواصة مصنوعة لي ممتاز اكتشاف أعماق البحار خمسة الأرض خلقها الله لفظ الجلالة الله يعرب شطرين يعرب فاعل ثانيا المحفوظات من نص طريق السلام اقرأ ثم أجب قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا دخله في السلم كافة ولا تتبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد المراد بخطوات الشيطان طرقه اثنين جمع عدو أعداء ثلاثة يؤدي طريق الشيطان إلى بالضبط الضلال أربعة ولا تتبعوا قطوات الشيطان أسلوب نهي يفيد التحذير خمسة كرمت المدرسة الفائزات كلمة الفائزات مفعول به منصوب علامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم ودلوقتي معد مادة الإنجليش choose the correct answer from A, B, C, or D نمبر 1 the noot is the biggest animal the elephant نمبر 2 the whale is noot than the crab طالما عندي زان يبعه الصفة مقرنة bigger than نمبر 3 one is the fastest طالما عندي واني بكلمة which one على طول نمبر 4 the noot has a long neck زا ما فيش غيرها the giraffe نمبر 5 the shark is a noot sea animal the shark is a fast sea animal ودلوقتي معدنا مع مادة الدراسات الاجتماعية اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس واحد الكنائس والأديرة من الآثار القبطية اتنين تعد مدينة مؤط مدحفا مفتوحا للآثار الفرعونية الأقصر ثلاثة تحول المصر إلى هزيمة في غزوة أحد أربعة أول عاصمة لمصر الإسلامية هي الفستات ودلوقتي معانا مادة الرياضيات اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد طه ناقص فيه زين اتنين سبعتاشر زائد خمسة وعشرين يساوي خمسة وعشرين زائد سبعتاشر تسمى هذه الخصية خصيت الإبدال ثلاثة العدد التالي في النمط ثمانية اتناشر ستاشر يبقى عشرين بعدها أربعة إذا كان ستة وتمانين في خمستاشر يساوي ستة وتمانين في صاد زائد ستة وتمانين في عشر فإن صاد تساوي شطرين تساوي خمسة إذا كانت سين تساوي سين حيث سين تنتمي إلى طه والسين أصغر من أو تساوي ثلاثة وأكبر من الأربعة فإن سين تساوي المجموعة ثلاثة ستة مساحة المربع الذي طول قطره تمانية سنتي يساوي نقط سنتيمتر مربع اتنين وتلاتين سبعة مثلث مساحة خمستاشر سنتيمتر مربع وطول قاعدة خمسة سنتي يكون ارتفاعه يساوي نقط سنتيمتر هتحسبها هتلاقيها ستة ننقل بعد كده على مادة العلوم اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين واحد يتغير مقدار قوة الاحتكاك بتغير نوع سطحي الجسمين اتنين يعمل الاحتكاك على نوء سرعة الأجسام تقليل ثلاثة قوة الاحتكاك تؤثر دائما اتجاه حركة الجسم عكس اتجاه حركة الجسم أربعة من أضرار الاحتكاك كل مما يلي ما عدا الإمساك بالأشياء ودلوقتي يجي معاد مدارس اللغات الماثيماتيكس اختر الإجابة اختر الإجابة نوع 1 213 plus 87 equal 87 plus 213 دي اسمها ايه برابرتي خاصية ايه بالضبط هي دي خاصية كميوتاتيف برابرتي نوع 2 2 the area of the parallelogram in which the length of base is 10 cm and its height is 5 cm equals مؤت سنتيمتر square شاطرين 50 number 3 the length of the diagonal of a square with area 50 cm square equal مؤت سنتيمتر برافو هتبقى 10 number 4 12 over 6 مؤت إن عكيد belongs to number 5 E intersection P equal 2 number 6 the area of the opposite triangle equal مؤت سنتيمتر square اللي هو الشكل ده هتحسبها هتلاقي الarea معاك طلعت 6 number 7 the smallest counting number is ال 1 ودلوقتي معدنا مع آخر حاجة مؤت سنتيمتر choose the correct answer number 1 the friction force not between rough surfaces increases number 2 the friction force between a moving object and air is cold air resistance number 3 friction between the internal moving parts of machines causes a not in their temperature raise number 4 ships and submarines have streamline shapes to increase their speed وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في الامتحانات ما تخافوش الامتحانات جاية سهلة إن شاء الله ياريت تشاهدوا الفيديو ده مع زمالكم ما تنسوش تضغطوا زر اللايك ولو دي أول مرة تشوفني ياريت تشترك معي في القناة وتفعيل زر الجرس عشان توصلك باقي المراجعات وباقي الاختبارات إن شاء الله شكرا لنحسن استماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة